ثم هناك أمر آخر متعلق أيضا برئيس الحكومة وهو قضية الهاشتاكات التي انتشرت هذه الأيام والتي تطالب بتخفيض أسعار المحروقات باعتبار أن أسعار المحروقات إذا ارتفعت فإنها تؤثر على ارتفاع أسعار كل المواد لأن النقل لا يسهم في زيادة تكلفة تلك المواد فيكون سببا في ارتفاع تلك المواد وهو هاشتاك لتخفيض من أسعار المحروقات وأيضا مطلب لتخفيض من جميع الأسعار ومعه كان هاشتاك يطالب رئيس الحكومة عزيز أخ النوش بالرحيل وإن كنت أنا أعتقد أنه في إطار الضغط وليس هو مطلب في حد ذاته لكن أثير النقاش حول ذلك وكتب البعض يستغربون ويستنكرون أن يطالب الشعب المغربي برحيل عزيز أخ النوش لأن ذلك حسب قولهم تعد سافر على ما في الدستور من أنه اختصاص للمالكي أو أنه اختصاص لأحزاب المعارضة التي يمكن أن تدفع بملتمس للمطالبة بإسقاط حكومة وانتخابات مستعجلة وقبل أوانية أو على رئيس الحكومة وإن رأى من نفسه عجزا أن يقدم استقالته وهذا من سابع المستحيلات كما نعلم فأنه لم يكن هناك إلا ناذرا وفي ظروف معينة من استطاع أحد الوزراء أن يقدم استقالته قلت لماذا هذا التعدين الملك ملك البلاد متى سيتخذ هذا القرار إذا رأى غضبا شعبيا تجاه سوء تسيير الحكومة دقام الشعب وغضب من سوء تسيير الحكومة لشؤون وتدبير شؤون المغاربة فإن ذاك سيتدخل الملك لإقالة رئيس الحكومة يعني رأى لابد من وجود هذا الغضب الشعبي فكيف تقول وتستنكر على الشعب أن يغضب ويعبر ويطالب برحي رئيس الحكومة يعني ما معناها رئيس مغادرة الحكومة وتغيير الحكومة إذن لابد من هذا الغضب الشعبي فالصراحة الغرابة وإن كانت ليست غريبة إن صادرت من بعض الأقلام التي اعتادت أن تأكل من مائدة المستفيدين من الأوضاع التي نعيشها إذن هذا باختصار كلمة أحببت أن أشارككم إياها إلى مادة أخرى دمت في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته